هاد الشايفور وصاحبه غادين في امان الله حتى غايت سادحوما واحد درية في الطريق تشير ليهم باش يهزوها في اللول ما غايت بغيوش ولكن بقعت فيهم وركبوها ولكن المفاجأة بالليل جا الشايفور كي يجري ومخلوه عند الجندارم باش يبلغهم بالمصيبة اللي درعت الجندارم ما يسمعون هاد الشايفوروم اللي غايت سهلي غايت يمشي ويشوفو عشان وقعه وانا فين غايلقوا الصدمة اللي ما كانوش مشوقعين وحذاري هاد الفيديو مختامش لقلوب الطائفة السلام عليكم متابعينا الكرام والمتابعات دي انا اخوتي اخواتي لاي واحد عرفني شنهار ولا تفرج في شنهار وخليش كل يوم زوينه ولهضر لكات من قلب زوين كانت وصل لواحد اخر لكي يكون قلبه زوين الحمد لله ذات من واحد دوره في اللي كاتب خلاني غبرته بززاف ذي الحويج وبززاف ذي الامور كي يطروا في الحالة الشخصية اللي تنخليها بعيدة على الكاميرا فلهذا الاخوان لعشين يوتيوب احنا غادين معا لأي واحد مدخلش ولما يعني ما قيمك يوصلش فيديوهاتنا يتأكد واش داخل معنا ومن المنساق في كل لحظة اخوة في النهار ديالك يزيد ديك السماء ودائما اخواتنا في غزة هجمك رفسين والله يكون معاهم تفرجة ممتعة العفار ديلة نهار اتسافر بين الاقليم للدكالة لنا زيلة المنطقة بغيتم يبانوا في التعليقات والاول مرة قنقول لكم باللي تانيرا واحد منكم الفرقة تمام حسان وعبد الكريم حسان شايفور ديل واحد كاميو وعبد الكريم مو الكاميو ومرة مرة يخدم غريسون ويكون دائما مع حسان يعني غريسون يعاونوا في الصوقان وبقى هذا الشغل دياله والشايفور الباترون دياله كان الخدمة ديالهم هي الترنسبور ديال الخضراء كمشو تلين زقان كيجيبوا الخضراء ويدخلوا والده وخدمة كبيرة كيدروا والد الناس يعني والشوافرية ايكونو كيعارفو يعني الطريق والصعوبة دياله يعني كتحتاج جزاف ديال المشهود باش دارة الخدمة حسان وعبد الكريم مدة طويلة ومخدامين وبعض اياتهم وخصوصا الى كان صاحبك ديال الطريق اللي ضربتين تويات طرقان يعني كيقول لك سروا من اخوك وتتبقى يعني ديالك ما ديالوش المهم غادين بجوش ومضبرين عراسكم بجوش وكتبقى عاش ديالك القادية يعني ديال الكاميو ديالي ما الكاميو ديالي حتى كتدخل يعني شي مرات شي فتنة يما كتكونوش دارة بالله الحساب وكما غتسمعوه فضل عفار واحد نهار اخوشي كما العادة ديما راومين انزقان وجايين داخل الدكالة كانت تقريبا شي لشية بحلاكك من اللي فاتوا انزقان بوحد المسافة اللي شوية طويلة غادي تصادفوا في الطريق يعني في الجنب الطريق واحد درية يعني بقى يعني بينما مواسطة ثلاثين هام كتشير في الطريق ما هم غادي يشوفوا بالليد الدرية ما كتشير شي يعني الطاكسيات ولا اعطموا بيلا كتشير لها اي واحد ديز كتشير له واشو افرياء غادي يفهموا طهراء بالليد الدرية يعني فيمشي بقى تدبر العراسة ولا شي حاجة هيدو بيناتهم لا ملا شوية الباطرون غادي يقول الحاسن صحي في حيط هزانتوا معنا اتساعدنا فيها العاشر اي واقفوا لذيك البنت وخي يسولوا لها فين غادية هادو قلوهم انا ارى غادي الكازة وهنا فين غادي يركبوها معهم ولكن ذيك الدرية وقلس معهم السلام السلام اسمي يا ادوين اسمي زينب غادي يركبوها معهم ولكن هذيك زينب ايشنو غادي يتشوف غادي يتشوف بالليد الشيفور وصاحبه يعني كانوا جيين وقد ضرب على الشراب محتوى التمه معهم يعني جيين وكيشربهم في الاول غادي يدخل الشك يجي راكبة ماجوج معرفة هم زوجين معرفة هم ولد الناس معرفة هم ولد شي حاجة اخرى ما غادي يتشك ولكن مع الحضراء كدو يجيبوه ابي اللي يطرون كيل فمسي الناس بعقلهم خاصة من اللي غاينزلوا في واحد المحطة باش يجغداوا وغادي يتغدا معهم غادي يعرضوا عليها غادي بنادم كدير صحيح في وذيك الساعة غا ترتاح هذيك الساعة تولي معهم اعليس من اللي غادي يسهلوا وغاير كبو في الكمية باش يكملوا الطريق ديالهم واذا المرة زينة يعني اني غادي ارتاح معهم ما يبقوا بشوي بشوي عليها حتى ايها بدا تشرم معهم واتخيل ما يا صديقي باش يدير القودرون طعصة كالطور مزيك اخ الدماء باش يجيين خالقين الساعة هذة حصلوا واحد اللقطة اللي صاحب قد حطوا ديك الساعة ولا في حال ساعة نوعب كريم ما هم سخوش بها طريق جهة مها حلوة يعني كخطوة شي قصار ولا شي حاجة يكون معهم مية واش ده غادي قولي لذا بان شي شوفي احنا رغان رجعو خار رجعوك كملي معنا نحطوا تسلعة في ازمور وديك الساعة الرجعوك ولا في حال ساعة نوعب كريم غيقى نحوات زينب بلعبة الزلدة بتكمل معنا الازمور نحطوا السلعة وما زال غالخلقوا ما زال غالتبرعي معنا عجبك الحال ونرجعو ديك الساعة ونحطوك وصافيت زينبتاية كانت بغاية ليش وغايتكمل معهم بطرق ازمور فاتت لو حذي الليل اللي كين في ازمور غايتتطمو بالدقان يعني كنو ببيرمانوس من اللي غايحلو الواحد السيد غايباليهم بللي هذك الشايفور حسن اللي اذرنا عليه اول حاجة غيلاحظوه الجندارم سي جي خانس بشرح بقينا في سكران وجي بالكاوديل بالصح ولكن هذك الحالة اللي جي فيه هو يعني كانوا غايفهموه مناش واقع عاد يقول ليهم رجعنا وياه قاربنا ندخله عبطنا باش نسراحو قل لي انا جاي رمشة غبر عيت مد سناق ما عرفتوش فين كان ولا فين شاق انو انت شكون جاي بك كيف وصلتي قلوا مالكامي وتما انا رمع الخلاجي كان جري هذي هذي السيد كيدخول يخرج في الهضر على الجندارم وخصوصا جي سكران وجي يعني في حالة يعني مجي بالكاودي جون دارم غا يشتوه يخلوه في الحسيق الحقيقي حيث السيد اول حاجة خاصو يتحاسوه مع له انو جي سكران يعني هو خاصو يدوز واحد اثمانية وربعين ديالو ولكن جون دارم غياخدوه بذيك الهضر ديالو وغيتحرر كل البلاسة اللي قال ليهم وفعلا من اللي غادي وصلو غايا قاوة الكاميو غايا قادي ديالو فعندك السيد اسمي اللي قال لي وميلك هنا الكاردريز في اسمي الباترو اللي قال ليهم را كاردريز راكم معاه ولكن احنا شووا ببوحده ليجا لابريقاد وكيف يشت الباترو عندي ديالو يعني غبر باش تلقوه الشفارة ضربوه شوحدة انجليسة وهربو شنو واقع وكي قلبوه الجون دارم حتى غايتساطحو ما هو واحد البير اللي كان قريب تمه في النواحد وكبروسيدور ديال البحث ضروري ما يقلبو ذاك البير يعني يحيدو عينو مليه كيدرو تمو الضوايات وكيتشابه اليوم باللي شي حاجة طيحة في البير وضروري يعني ما خاصوا ما يحيدو الشك ويعطوا الوقاية المدينية غادي يجيو ومجا فين يطلع النهار حتى غيتأكدوا فعلا انه واحد مليوح ذاك البير غيجيبدو ذاك السيد وغيعرفوه باللي هو ذاك الباترون اللي كان راكم مع الشعفور غير ما الكاردريز والتصوير اللي فيها ديالو اول حاجة غيلاحظو على السيد اللي مليح في البير انه كان مخبوط فراسه بشي حاجة حادة يعني ما شاجة طلعني بين اشي حط ضربوه ولاحو والغفر شغفر طرعت تمو في شكل وكل الحل الواحد بش جندر ما عرفو شوقعه يجيو القاوة ذاك السيد فاق وصافي مشات منو حالة السكر بش يسولوه قال لي انا ما عرفش انا بقيت كنت السنافيه قال لي انا راجعين يا يا مشاق ربما ما بقاش ترجع مني تعطل عليه وقل بتاعيت رجيت قل ليكم مش نوكين جندر ما يقوش شاكين فيه والله صعبي السيد في ذاك البلاطسة كنتو انتو مبجوج مشاق ما تعطلش انت كنتي سكرين شي حاجة ما ركباش الجندر ما غضي يقلبو ذاك السيد خلصا انه القوة يعني السيد الاخر مضرب غيشوفو هذا واش فيه شي ضربها واش دي حاجة غضي يقلبوه غيلقعو كامل مقموش يعني بينه كان ضرب واذاك القمش من اللي يسولو اليه قال ليهم لق اه صح بتي ما مر ذاتني تفهم لشي حاجة وضرب له لكن الجندر ما يقول لي بيات القمش اللي فك عرع جديد وانت يومينو تجيش هاتطريق ولا معارد نهار وهو صاحب تا كان يشف تاسي ما نادي لش كنتو تخربك واش لا يخلي الجندر يبقو شاكين فيه وهنا كنخصم شي حاجة اللي جروا ليه بالسانو وليش حاجة تبان بش يفسروا اش نوقعه خصوصا انه مجبد معهم لذريق لا عرع شنوكين الاواله السيد ناكر وجامعه طاوي ديش حد ما عارف نوقعه الجندر ما عمشوا لذيك البلاساق وغيروا التحقيق ما قاعدوا كل الناس اللي يتمعه شهود يحدد رسيحة تشاف كاميو احتى غاد وصلوا مو حط ناقنا يقامل عند شهود باللي ركات معهم مشي بنت وعني وخاهم متأكدينش غير هاد المعلومة كانت كافير الجندر باش يدروا شي قالب ويظلقوا ذكي السيد عشارف ليم الجندر ما يجيبوا يتحسن مرة اخرى وغيروا مالوكات هاد المرة بطريقة اخرى ويقوموا ماشي حيلة يصيدوا بيها قالوا لي انتكت تقولين الباترون غبر ابو حذوق انتكت انتكت تسنى ويكا هاش مكتش نرى معكم بنت السيد سمعته ويقفز قالوا ما كلها بنت له وش ما بنت قال لهم البنت اللي كيت معك جبنها وحتعرفت خرجات راسها واتقد هزها وهذا اقول وهذا الحيلة الخوت غير سمعت القادية ويقول لهم راولي كيقلب عليها انا عمرك تنوقع ندير لي شي حاجة وفاش كي تكون في حالة ضغط وين المحرر التحقيق راش يحويش كيخرجوا لكه وكوك سبونطاني شو ما عارفين يعني الروح زيزان عند الله طه رويما ما تتفرقه ولا تقول شي حاجة هايقول لي عاود لينا هاش نوقع هايقول له ما دك نارك درية الزنا مانا لوصني الازم مور شاربين هي ديك وصراحة درية عجبة نبزوش عنا بغيتها دريع جبال محال معي وانا كتكتحك معي وما اللي بغيت هنا يوم ما محمنيش وما اللي بغيت هنا هو ما محمنيش وطهو بغير راسه بقينا داوين مداوين دعتي حجار فيها تركي خدام عندي لو ضربتي عندي الضربة اليوم اللي اخر لك كي نقص مني كي نقص مني نجب تسير ودي البنوك نعيسه بالراس لكن تي ساكر روينا دك شي في الفوت وفهمت وكي سخنك ورويناك رايشي مرات رماء واخده بنتاني واعي وكتقول لي رأي مستحيل دير دي القضية رأخو يا رأي لي وريكا ديك طريق اللي ام ما فهمتيني من هذم حتى للأقل من اللي ضربة دك السيد قال لي وما انا الدريق يشافت دك شي وهو يا هربات بقيت حصل انا بوحديد وهو الكزدة ديالي ووحلة فيها بل هي اللي بيرتمه خصوصا انا دخونه رويض لمنطقة صافي اللي احتوق واشت عندكم باش نموهكم نقول لكم رأمو عارتو ونخرج راسي وشو ضربة يصولي يقول لي ديك البنتي كيفاش نوصلولي يا دابا واش كتعرف اخلتك شين امرأة ويقولوا ميك قلتولي يا رجبتوها وانا فا نقول اللي رأي ما جبنا الموالو رأي درناك القانار اهوة السيد عفرها صورة صافي داروها بيه اقولوا ما يقدر يا ما كان عرف الموالوه الزنام والاتوستوب وصافي بقيت جيه معنا السيد من اللي غير تحكم غير تضرب تلاتين عام هالتلاتين عام دي الحبس يعني تبعتي الشي هو ديالك تبعتي يعني شي حويج يعني اللي كان غير تفكر غير شوية كلك دبا نكمل حياتك الله يباعدنا على اي شر الله يباعدكم اخوتي ونجيكم من الشر الخلق وبنادم تحياتي لكم وخللوا لنا شكل يماتش وما كنتش داخل معنا الباش تخل معنا مرحبا بك يا صديقي ومتنسوش التخربشات ديالكم وهذه الكلمة التي تجلبكم بزاف تكشيلش ديرو وش تخربشا ونتلاقع ان شاء الله فيديو الجيه